وناخد أمهاشم على التليفون يا أمهاشم ألو ألو بسكتة فاطمة إزايك يروح قلبي أمهاشم دي بتاعتنا بتاعت مبارح أيوة عملتي قلق على السوشيال ميديا أحكيلي أعمل إيه الحمد لله تمام إنت أخبارك والله أتكلك أكترام اللي أنت قلتيه والله أنت كدوة لنا كلنا ربنا يعزك يروح قلبي ربنا يسر لك أمورك والله أنت سعبتي عليها جدا الحمد لله نصدنا كده خير ربنا يا ربنا يجعل نصيبك دايما خير بس هقولك على حاجة يعني أنا دايما ما بحبش يعني أعمل أعمل إيه أو أكبر الماضيع بس في حالتك دي أنت لازم تأخذي موقف لازم تأخذي موقف والله والله يا شيف فاطمة أنا حاولت كتير ما فيه ما فيه عارف اللوحي خصراش أعمل طب فين الناس الكبار فين أهلك فين أهله يعودوا الناس الكبار ويشوفوا حل أنا والدتي ميتة ربنا يديك ثلث العمر ربنا يرحمها ويحسن إليها تتجوز عمدت باحتشر سنة دلوقتي عمدي ثلاثة وعشرين سنة يا راحي دانتينونا خالص والله العظيم يعني هعمل نصيبك ده هعمل إيه لا بس ما عليش نحاول نحاول بالزوق نحاول بأخذ موقف نحاول على الأقل على الأقل يبقى مصروفك أنت وبناتك يبقى خاص بيكو اللي هو للحاجات الخاصة بتاعتكو الأكل والشرب والحاجات التانية مع أني عارفة برضو أني بتبقى رخمة شوية أن حد يتحكم أن هاكل إيه وهاشرب إيه والكلام ده كله بس ما عليش هنيجي على نفسنا في الحتة دي بس مصروف إيدك أنت وبناتك الحاجات اللي أنتوا نفسكوا تجبوها وهيبقى صعب أنك أنت تنزيل حاماتك تقولها هاتيلي يعني استسمحين هو يدهالك يا جماعة مش كده والله عشان قلوبنا بتوجعنا رحية ربنا يعني اتقرب بنا شوية في البنات اللي بتاخدوهم من أهليهم الله يجزيكم خير ويا أمهات رب ولادكم بجده الله العظيم رب ولادكم يعني بيقولوا أن تربية الولاد سهلة في مجتمعنا لأنهم مش بتربوا أصلا يعني إلا من رحمة ربي طبعا فرب ولادكم علشان لما ياخد بنت من بيت أهلها تدعيلكو وتحس أن كده أهلها أو أهله عملوا فيها معروف فاتقوا ربنا ورب ولادكم عرفوهم يعني إيه رجولة يعني إيه قوامة يعني إيه دين يعني إيه يتعامل مع بنت ناس كانت قاعدة في بيت أهلها بتاكل وتشرب وتلبس وتعمل كل النفسية فيه ما كانش نقصها حاجة علشان تيجي أنت تاخدها تعمل لها مشكلة في حياتها أو تدايقة بأي شكل كان يعني ويا ربنا يهدي الجميع يا رب ويهدي بناتنا ويهدي أولادنا ويهدينا إحنا كمان ويلهمنا الصواب والخير والاختيار الصح طيب أه أه والله أه والله لا مش هياخد صدقوني لا هو بياخد أكيد وقته مجهود تربية الولاد بتاخد وقته مجهود وصحة وكل حاجة بس في الآخر يكفي أن حد يدعي لنا دعوة يكرم أصله ويسلم الله ربه